في العاصمة يا أبو ظبيت رأس السمو الشيخ منصور بن زهي دالن هيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم في قصر الوطن الاجتماع الدوري للجنة الميزانية العامة للاتحاد لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 حضر الاجتماع معلي محمد الحسيني ووزير الدولة للشؤون المالية ومعلي خالد محمد بالعمة محافظ مصر في الامارات العربية المتحدة المركزي إضافة إلى ممثلين من ديوان الرئاسة ووزارة المالية ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من المواضيع جاء في مقدمتها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026 وستعرضت اللجنة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2023 بناء على المصروفات الفعلية والإرادات المحصرة خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الجارية وتقديرات الإرادات المتوقعة حتى نهاية السنة المالية واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2023 الذي يعقس مدى النمو الإيجابي الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال السنة المالية 2023 ووجهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 لمجلس الوزراء المؤقر للإعتماد